طيب تعالنا شو بقى شابتر فايف بقى بيتكلم على ايه شابتر فور اللي تكلمنا فيه كان بيتكلم على وجينا شفنا التغير في الطاقة المكانيكية اللي بيمتلكها السيستم كنا بنكتب كده كمسة والدلتا اي والدلتا اي دي كنا بنقول عليها في هنا نص او كنا نتبع كده فيه تغير في زائد فيه تغير في زائد في دلتا ايو وكنا نقول ده بيساوي سفر ده بيساوي صفر طيب لكن هيه بقى ده كان شابتر فايف فوق شابتر فايف بيتكلم على الاوبن سيستم الاوبن سيستم والاوبن سيستم ايه الفرق ما بينه ان دايما بلاقي فيه فلو فلو يعني سريان فلو فلوينج سيستم يعني السيستم بتاع بيجري هو الساكن لأ يعني دايما هلاقي له فلو سرعة طيب ايه الفرق ما بينه وبين اللي فوق الكلوز دي يعني بيزيد عنه طاقة اسمها طاقة فلو يعني لو جينا شفنا الطاقة الميكانيكية اللي بيمتلكها الاوبن سيستم اي سائل بيتحرك اي هواق بيتحرك بيبقى عبارة عن الطاقة الميكانيكية بتاعته كاب بتبقى عبارة بي في الفي زائد مص ام في تربية زائد اه ام جي زت اللي هي بوتينشن انرجي زائد اليوب يعني احنا ضفنا عليهم البي في الفي البي في الفي دي اسمها فلو انرجي فلو خدنا الام مشترك وهنخليها ام دوت لان في معدل سرياء هنخد الاول الكتلة الاول مشترك اهو بي في كبيرة على الام هنا نص في تربيع جي زت اليوب كبيرة على الام الصغير يعني اكتبها يو يوز غيرها كده اسبت سفك يعني انا عارف ان الدينستي هي ام على في فلما اقول واحد على هو هي عبارة عن في كبيرة على ام يعني اضافة كده زائد نص في تربيع زائد جي زت زائد اليوم او اكتبها كده انا كل ده ابدو اشوف ايه الصغيرة اكتر من الصغيرة بي في في صغيرة زائد نص في تربيع جي زت زائد اليوم طيب الطاقة ديات كل دي كده كل دي بتساوي تساوي 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 لكن الطاقة ديات منها بتتحرك يبقى ازا بتتغير مع الزمن فمشان ادي طاقة هندي باور ندي باور باور يعني ايه يعني اقسم على الزمن يبقى هنا اي ضد اقسمت على الزمن يعني اه كده هي هي اهو معملش حاجة اهو اللي فات ان حاصل جمع البي في الفي زائد اليوم يطلع للاتش الصغيرة يعني ازا ان الطاقة الميكانيكية هتساوي ام دوت وحط هنا اتش زائد نص في تربيع جي زت يعني انت عددت لتوقتي القانون وده اللي دايما نشتغل بيها ان الايه الطاقة الميكانيكية بتساوي مجموعة تلات طاقة دول طيب لو نقدر نطبع عليها القانون الاولاني ايضا اه ان هيحدث تغييف الطاقة الميكانيكية دا هي او معدل الطاقة الميكانيكية عشان يبقى كلامها ازبوط لما تكتسب طاقة او تفقد طاقة هيت يعني تكتسب هيت او تفقد هيت او تبزل شغل او يبزل على شغل نكتبها ازاي او يبقى القيو دوت نت نقص الو دوت نت يساوي التغيير في الدلتا ايه يعني يساوي دا ام دوت في اتش اتنين نقص اتش واح زائد نص في اتنين تربيع في واحد تربيع زائد جي زد اتنين نقص زد واح القانون الكبير دوت ايوة بتاع الفرست لو لو جيت فكيته كمان شوية اللي هي الكليونيت اللي هي نكتبها كده نقص نقص بعد انا عملنا نقص 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 دوت دوت ان دي زي ما هي هي زي ما هي ام دوت في اتش اتنين نقص اتش واحد زائد نص في اتنين تربيع نقص في واحد تربيع زائد جي زد اتنين نقص زد واحد القانون دا كله السطر دا كله هنستخدمه في تقريبا سبع اجهزة السبع اجهزة القانون طبعا هتلاقي في حاجات بتشطب اول ما نعرف القانون هتشطب ويتفضل القانون واحد نحوض بيه طيب اه ندي ملحوظة بس ان الورك دوت اود دي ديت قدرة قهربائية نتجة يعني معظم الاجهزة لو طلعت الورك دوت اود ازان هي بتنتق قهربة مين اللي هينتق قهربة مفيش يبقى في الورك دوت اود ده انا اكتبه هو الورك دوت بتاع التربيع اللي هو الورك دوت القهربة اللي هتطلع وو بياخد طاقة او بينتق طاقة يعني طيب بادية ان يعني اخليها بنكو سكنكن اهو الورك دوت اود دي هلاقيها في التربيعن احنا هندرس التربيعن ايه طب الورك دوت ان ده محتاج قهرباء عشان يشتغل. هنيجي نلاقي البامب او الكمبريسور ده محتاج قهرباء عشان يدوء ويلف. يبقى الورك دوت ان ديت هنيجي تلاقيها في الورك دوت بامب او او نخليها اور كده او اور او اور دوت كومبريسور. يبقى دي هنلاقيها في البامب اه ديت ان ان البامب احنا مش هندنس البامب في سر موتو. لكن هندرس التخطيط بتاعه من بره بس. لكن من الداخل هندردو ان شاء الله في التوبو مش هندرسه برضو. شوف من الداخل عبارة عن ايه وقصة كبيرة. او هنكتب هنا ان البامب ان الكومبريسور. كده. طيب. هنبتدي ناخد الاجهزة لأ قبل ما ناخد الاجهزة. جهاز جهاز. نمسك الاول الام دوت دي. كيف احصل عليه? هي الام دوت دي ات مشكلة? ايو. دي. ازاي احصل عليها? لما يكون اه المادة اللي انا شغالة عليها ايديالجاز ولما تكون نقول عليها ليكود. او فيبو. يبقى ان اسم ايه? المسألة من كده. اه الاول. الام دوت. هاو تو كالكوليتد. احسبها ازاي? لما يكون ايديال جاز. كذلك الام دوت ابردو كالكوليتد لما يكون اه بنول عليها ليكود. طيب في ايديالجاز انا عارف ان اه اه هاي بتساوي ام دوت فيه. ام دوت على هو. يعني ايه. ايه لو اكتب كده كتلة على حج اه. كتلة على حجم بدل ما يقول كتلة يبقى معدل كتلة على حجم يبقى معدل حجم. طيب انت عايز الام دوت ازا انا بدور على الام دوت هي اهو في البي دوت. يبقى الفوليوم فولوريت مضروف في الدينستي. يعني افترض ان انا عندي تيوبة ايه? لها مساحة مقطع ايه? وهو بيعد منها بسرعة اسمها فيه. طيب فبيقول لي الفوليوم فولوريت هيتساوي مساحة المقطع في الفولوستي. طيب يبقى مساحة المقطع دي المقطع دائري لو المقطع دائري يبقى باي على الاربعة. دي تربيع في الفولوستي. اذا الفوليوم فولوريت. ده اسمها ايه? الفوليوم. فولوريت. المقطع والفولوستي اللي ادهالي اجيب الفوليوم فولوريت. طيب الدينستي الدينستي عندك قانون تاني. ايه هو? ان البي في. انت بتقول بساوي. ام ارتي. فلأ اصابة تمنع الحجم اهو. يبقى ان ارتي يعني اكتب البي بتساوي هو ارتي. معلش احنا بكتب قوانين كتيرا عشان. نعرف الاصل بتاعها جاي من ايه? يبقى ازا الدينستي القوانين واحدة فهم بس. تاني. يبقى الدينستي اللي انا اعرفها اجابها من اين? القانون بتاع الاي ديال جاهز. اللي هي بقى يبقى ازا القانون اللي انا احفظ به اهو دينستي هتساوي بي على ارتي. يبقى احفظ ده. واحفظ الاتنين دوقن. طلعتهم اضربهم في بعض اطلع عليه. طبعا انا اعرف ان الاخ. هي بتساوي الاريو على المولر ماس. ما نساش. خلص عرفت الاتنين دوقن. طيب لما يبقى عندي بقى ده الفلويد وبتحرك. الليكويد بقى وبتحرك. جايز يكون مادة مية اربعة وثلاثين ايه? اووطر. ما فيش مشكلة. بيستخدموا دي كمادة شغالة في الفلويد. ازاي? الميا دية بتستخدم في التوربينات. فهو بتتحول لوخاء. ازا اه اه بتستخدم كا اوبن سيستيم. كذلك المادة مية بقى تلاتين ويشغالة جوة التلاجة. بتتحرك. يبقى لازم اعرف الام دوت بتاعتها. نفس الحكاية انا عايزة انقلتها. قلت الام دوت. هي اخو في الفوليوم فلوريد. فانت بيقول برضو قدام بتتحرك. فانا اخد مساحة المقطع في الفولوسيتي طلع على الفوليوم فلوريد. زي ده بالزبط نفس ده كده. ما فيش مشاكل. لكن بتاعتها مش هطبق دي كده. لأ اموال اجيبها ازاي. انت لسه ايه اللي فوق ان الحجم الكبير. لأ مقسمه على الكتلة. دي بكتبه كده الفي الصغير. حجم على الكتلة اللي هو اسمه specific volume. طيب مقلوبه مقلوبه اللي هو ام على في. ام على في يعني كسافة. يعني دي كده واحد على هو. يعني كده تبدول ان الكسافة كتلة على حجم. فانا مقلب يبقى الفيك كبيرة على الكتلة ايه? اللي هو الحجم بتاع. يطلع علي واحد على هو. وده بيساوي الفي الصغير. يبقى انا هجيب الفي الصغير. اللي انت بتجيبها من الجدول. يبقى دي من التابول. اه سوباريت ده. زي ما تطلع في اللحظة دي ايه. اهم انا اجيب مقلوبها. اطلع علي. يبقى الدينستي. اللي بدور عليها واحد على في. يبقى انا عرفت اده اهو. واده الفوليوم فلوريت. فوق بقى هيدربني الاول. يشوفني بقى افحس بقليل مدوت ولا لأ? من خلال لما يكون ايديا الجاز. او من خلال يكون ده. نفسسه حتة حتة. نبسطه بما انا صح مع كل جهاز نتعامل معه. تعالي نشوف هلا اول مسأله. وانا عرفت دول معي. ننزل تحته. اول سؤاله. بيدربني ازاي اطلع الام دوت. واللي انا عندي مادة مية اربعة وثلاثية. الاستيت او. كاتب متين كيلو باسكال. والكواليتي يعني الاكس اربعة من عشرة. دي استيت واحد. قالي بتمر خلال واحد واحد من عشرة سنتي. ده الكتر الداخلي. هي بتمر بي. آآ اعادة دراميتر. واحد واحد من عشرة سنتيمتر. وكاتب لتي اللي بيعاد منها ادى الفلوسيتي خمسين متر لكل سنة. عايزك تجيب الماس فلوريت بتاع المادة دي. طيب ما انا عارف ان الماس فلوريت هي عبارة نغروب في الفي دوت اللي هي الفولوم فلوريت. الدينستي اللي هي واحد على في الصغيرة. عارفنا معنا. والفي دوت اللي هي مساحة المقطع في الفلوسيتي. يعني اذا اقدر اخلي شكل الام دوت او الفكيت الدينستي واحد على في الصغيرة. والفي دوت مساحة المقطع في الفلوسيتي. مساحة المقطع اللي هي براي على الاربعة. دي تربيع في الفلوسيتي كل ده مقسومة على الفي الصغيرة. ادى متى موجود. والفلوسيتي موجود. فاضل اجيب الفي الصغيرة من هنا. يبقى ان الحالة بتاعت المكتشر لاني مديني اكس. يبقى هنا جاي يرايح مطلع الفي اف والفي جي المصاحبة للحالة دي تقوم مطلع مين الفي الصغيرة. اقول لده الفي الصغيرة بتساول في اف زائد في اف جي. هاشو بقى الجدول? عند الميتين. عند الميتين. اه ده الجدول تيبو. احنا عايزين نجيب ايه اتناشر بتاع الضغط. قدام شوية كده. كمان. ده التمبريتشور. كمان واحد. اهو. الضغط انت بتقول عند كام? قل ني عندم ت. ادام ت. ايما عايز الفي اف ديات. وعايز الفي جي دي. ديات خمسة وسبعين تلاتة وثلاثين. وبلغ ثلاثة سفر خمسة وسبعين. تلاتة سفر خمسة وسبعين تلاتة وتلاتية زائد الاكس. الفي جي. تسعة وتسعية ستة تمانية ستة سبعة. هنا في سفر تسعة وتسعية تمانية ستة سبعة. مزبوط. ونحسب دي. لا كده ناقصها. حسابة البي جي لسة ناقص البي اف. ناقص البي اف. تلاتة سفر سبعة خمسة تلاتة تلاتة كده. نحسن. تسعية تمانية ستة سبعة ناقص تلاتة سفر سبعة خمسة تلاتة تلاتة فيه اربعة من عشرة نجمع تاني مع تلاتة سفر سبعة خمسة تلاتة تلاتة. يبقى الفي الصغيرة هي. سفر اربعة سفر تلاتة تسعة تمانية. متر تكعيب على الكيلو جرام. نيجي نعوى بقى هنا. يبقى الام دوت. الام دوت. هذا بقى على الاربعة دا متر واحد سنتي. هضربه في عشرة اصطناقة ستني. بقى بالمتر تربيع الفلوسة خمسين. كل دول قسمة الفي الصغيرة. يبقى نحط هنا باي على الاربعة في. وان بوينت وين في عشرة اصطناقة ستني. هتربيع في خمسين قسمة الانصر. هذا الام دوت واحد واحد سبعة ستة واحد كيلو جرام على السكت. بكده بيضربني على بالنسبة مين? قال لي بالنسبة ليه اه المادة اللي هي الليكويد. طيب بالنسبة لأيدي الجاز اهو. يقول لنا عندي هواء. هذا الايه? عيبت ان هو المادة عشان اقدر اجيب ال ا بتاعته. اتنين ثمانية سبعة. كيلو جول على الكيلو جرام كلب. البرجا. كاتب لي ميت كيلو بسكاء. والتمبرتشا. باخد خمسين واجمع معها متين تلاتة وسبعين. تطلع لتلتمية اتنين اه تلتمية تاتة وعشرين كيلو. قال لي بامور خلال بايب. ومديني مساعدنا المرات دي مديني الفوليوم فلوريتا. الفي دوت. بس كاتبهولي اربعين متر تكعيب على المينت. اه لازم فك المينت دي. يبقى عشان اخ تبقى على السكند. يبقى حط يعني اتنين على ثلاثة. ده اه متر تكعيب على السكن. عايز يجيب الماس فلوريت. برضك الماس فلوريت الام دوت هي الهو في الفوليوم فلوريت. اهو ما نمطلع الدي نستي. الهو ديات. هبوزناها خلاص مش هنقول الوقت اللي استنتجة احنا جابناها من ايه? هتساوي الار البي البي على الار تي. البي على الار تي. زباطها كده اهو. فالضغط هو مدولي مية. وهده الار اتنين تمانية سبعة في كده. يبقى مية قسمة اتنين تمانية سبعة في تلاتة اتنين تلاتة. ده تساوي واحد سفر سبعة تمانية. كيلو كرام لكل متر تكعي. ازا نعود بقى نجيب الام دوت. يبقى الام دوت. الدي نستي واحد سفر سبعة تمانية في الفوليوم فلوريت اللي على تلاتة في اتنين قسمة تلاتة. هتساوي سبعة واحد تسعة واحد. دي كيلو جرام على السكت. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نجيب في حالة الغاز. وفي حالة المكتشور. يبتدي بقى اول جهازين. الجهازين دول توقى. طيب. الجهازين دوم التوقى. ننزل داتة حشوية. ايه النوزل والديفيوزر ضواتة. النوزل عام زي خرطوم المي. كده. يعني المقطع بتاعه الاخير تايق والبداية بتاعته كبيرة. يبقى انت هتلاقي دايما اهو الفلويت بيدخل من هنا. كده. يطلع من هنا كده. بدأ دايما الاتجاه بتاعه. لقى دايما ان مساحة المدخل انقلت اريا اكبر من الاكزيت اريا. نقول هنا ايه وهنا اكزيت. يبقى مساحة المدخل اكبر من مساحة المخر. ايه كمان? تيجي تلاقي الفلوستي اللي خرجه. لو احنا قلنا هنا واحد خلينا واحد واثنين. ماشي هنا واحد واثنين. تيجي تلاقي الفلوستي اللي خرجه اكبر بكتير من اللي دخل. يعني الفلوستي V2 اكبر بكتير من الفلوستي اللي دخل. الفلوستي اللي خرجه فايدوته اصلا هو فايدوته كده ان انت تحصل على سرعة كبيرة جدا. سرعة كبيرة جدا بحيث انه دايق اخان اخنق الفليود فتلاقي يطلع منطلق بسرعة كبيرة تجي تلاقي الضغط اللي عنده واحد اكبر بكتير من الضغط اللي عنده اثنين يعني الضغط اللي عنده اثنين مفيش مالوش ضغط يعني لو ان معاي خرطوم مياه ما اقدرش اواء عباد لان الخرطوم المياه سريع صحيح لكن القطخ التاعه صغير في الحالة ديات النوزل ده شوف هو بيعمل ايه بيحول طاقة البرجة الى طاقة حركة فانت بتقولي طاقة ميكانيكية لسه بتقول بي في الفي زائد نص ام في تربيع زائد الام جي زد زائد اليوم بيحول الطاقة ده يحول طيب بدان النوزل فانت بتقول الفي اتنين اكبر بكتير من الفي واحد طيب لو ما دانيش في واحد باعتبارها بصفر يبقى في النوزل كده وش على طول الحاجة اللي مش هيديها لي لان انت بتقول ايه الفي اتنين اكبر بكتير من الفي واحد لو ما دانيش في واحد حطها بصفقة على طول لانه مش هيسأل عليها اصلا لو هو دايما بيسأل علي الفي اتنين يعني لو هو بيسأل علي الفي اتنين ومش مديني بي واحد حطها بصفر طيب عكس النوزل ده النوزل ده عكسه الدفيوزر الدفيوزر ده من صغير يطلع كبير كده ده مساحة المقطع يدخل من هنا ويطلع من هنا فيدوته الدفيوزر ده للحصول على ضغط كبير والفلوسيتي اللي خرجه تقريبا منعدم يعني دي تتلاقي في الدفيوزر المساحة التانية اكبر من المساحة اللي داخل لكن الضغط اللي ناتج بيكون اكبر بكتير من الضغط اللي داخل والفلوسيتي اللي خرجه اقلم كتير من الفلوسيتي اللي خرجه يبدو معكس ببعض طيب دي اللاحظة برضو ان لو ما سألش على الفي 2 الصورة على ايه او انا بحسب الفي واحد اللي داخله برضك باحمل الفي 2 طيب تعال نشوف كده النوزل والدفيوزر الغسم تير نخلي باني بالذات في الرسمة اللي جاية بتاعت الكمبروسور والطوبية رسمة كوروكي كده بيسأله فيها في المقابلات العلم ما عارفتش شوف هنا بيقول لها عندي استيق هذا الضغط والتمبرتش داخل قال لي ادياباتيك نوزل او ما انا جاي يرسم له ادا نوزل وبيقول لي ادياباتيك يبقى اعزله من هنا كده اعزله من هنا كده يبقى ولا بيفقد هيت ولا بيفقد اه ولا بيكتسب هيت هو داخل من هنا اهو طالع من هنا كده داخل من هنا الاستيد بتاعه اربعة من عشرة ميجا بسكا وتلتمية درجة اناش عايف هل هو سوباري تدوى اللي مكش هنعرف تلوقتي وكتب لي هو داخل كلمة لو دي هيت على طوله انت مغمط لانه بيقول لي يعني بيطمنا حطها بصف وبيغادر اما جاي طالعلي باثنين من عشرة بس طالع كواليتي طالع ميكتش او باثنين من عشرة ميجا بسكال والإكس نسميها إكس 2 عشان هنا موضع 2 وهنا الموضع 1 إكس 2 تسعة من عشرة ايه اللي طالبه عايز اجيب إكس عايز يجيب الفيتو كام الفيتو دي عايز دي طيب احنا بقى اهو هنبتدي نكتب معدلة الطاقة كلها او معدلة التغير في الطاقة كان كي اللي هو عبرها عن كده نقص هكتبها بس الموضع دي او نكتبها كمان مرة كمان عشان نتحفز اهو تهيات كل دي نقص يعني نقاوت بعدين نقاوت ن اهو دي هتساوي م دوت وبعدين اكتب اتش اتنين ها اتش واحد زائل نص V اتنين تربيع نقص V واحد تربيع زائل G زد اتنين نقص زد واحد دي المعادلة كبيرة طيب ايه اللي عندك السيستم ده او النوز الو ده ولا محتاج الكهرباء ولا ينتي الكهرباء ده هو بس بيعدل يعدل ديت ويحولها لل هنشوف دلوقتي طيب ما لما هيساوي سف دعنا هنشوف هو ايه اللي اول حاجة خلص اهو يعني هنا هو ال Q دوت نت تساوي سف لان كاتب لي ادي بات يبقى نحط كل دو بسف ودوت ولا بينتج ولا بيكتسب ولا محتاج كهرباء يشتغل بسف يعني اكتب كده سف ويساوي اه ده ام دوت طب ام دوت مضروبة في كورس فاما هي اللي تساوي سف لاما الكورس اللي يساوي سف فالام دوت عمرها ما هتساوي سف يبقى لانها موجود يبقى الكورس اللي انضرب فيها هو اللي مخليها سف مخلي المقدار ده كله سف يبقى انا عشان الام دوت دي من هنا اهو فيتفضل عندي بس القوس ده اللي هو اتش اتنين ناقص اتش واحد وبعدين زاد نص انت ايه اللي بتسأل على ال V اتنين اهي الصورة وال V واحد بسف وبعدين زاد الليبل ده انت بتقول نقطة هنا ونقطة هنا وبعد بعض المدخل والمخ يغللهم نفس الليبل يعني الزد واحد هي نفس الزد اتنين او محطة صف الزد واحد نفس الزد اتنين ولا بيطلع ولا بيسعد اذا اصبح عندي ال V اتنين اللي انت بتدور عليه ايوه انقل دول هناك اللي هو ال H دي وديها هناك فتصبح ال H واحد ناقص H اتنين تساوي V اتنين تربيع على الاتنين ودي الاتنين هناك قادة السرعة عبارة عن H واحد ناقص H اتنين مضروبة في اتنين وبعدين الجز على كده شفت السرعة اللي طلعة محتاجة H واحد ومحتاجة H اتنين H واحد اه عشان ده اه 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 اخش اطلع H واحد بتاعه ودوة الحالة اصبحت مكتشر اهما طلع ال H اتنين بتاعه طيب بتعاني طيب اوما نراح لليستيم جدول لليستيم اه اي سيكس اللي هو ضغط وتم بريتش ده ايه فايف او ماشي سبتنا الضغط ايه فايف بس نتأكد الضغط كام اربعة من عشرة يعني ربعمائة كيلو ربعمائة كيلو فين ربعمائة كيلو لا فوق لسه اه ده ربعمائة كيلو اه التمبراتش ايه التيسات ايه التيسات تقول لي انا مية تلاتة واربعين التيسات مية تلاتة واربعين وتلاتة درجة لكن هنا تلتمية يعني اكبر من التيسات تبقى super heated super heated ده بقى انا اقدر اجيب الايه ال H يبقى H1 هتسار انا راح لجد اربعة من عشرة مية بس كا اربعة من عشرة اهية انا عايز عندي تلتمية قد التلتمية افضل ماشي 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 عايز ال H دية ال V اليوم ال H ال H تلاتي سبعة وستين تلاتين سبعة وستين واحد دي كيلو جول على الكيلو جول استيت ديت دي استيت اتنين استيت اتنين اقدر اطلع مية اقدر اطلع دي استيت اتنين والحالة يبقى ال H اتنين هي عبرها عن H و H F زائد X اتنين H F G اهو يبقى نجي نكمل اهو يبقى H اتنين اشوف H F عندنا اتنين من عشرة اتنين من عشرة رقى اخليها بالالف يعني متين متين كيلو او مرى عند متين كيلو دايب H اده متين كيلو اهو افضل ماشي فين H F تمان شوية اده H F عدد هيا H F اتنين وعشرين واحد صفة واحد ست نطلع H 22 صفة واحد بين ستة في تسعة من عشرة زائد خمسمية واتبعة سبعة واحد تطلع اتنين اربعة تمانية ستة واحد خمس كيلو جول على الكيلو جرام اجعب اعوض هن وبيقول لنا انا عايز يبقى اتنين في الفرق H واحد نقص H اتنين واجيب الجاز وانا عندي تلاتين ستة سبعة بينت واحد نقص الانصر في اتنين واجيب الجاز هتطلع اربعة وتلاتين صفة تمانية متر كل سنة ها دي الفلوس دي اللي طلع من النوزل ده نشوف واحدة اللي بعدها احنا كده اه خمسة اربعة في خمسة اربعة مستخبية هنا اه خمسة اربعة طي اتأكد كده احنا ماشيين مزبوط في تالي في حصص ان في مسألة مستخبية نشوف كده تايا اللي كده اه 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 كانت مستخبية هنا اه المسألة دي احنا نشوفها كده دي اللي هي خمسة وانا عندي سائل غير قابل للانضغاط غير قابل للانضغاط يعني الدين استي بتاعته سبت معنى كلمة هي نفسها مهما حصل مهما تحط عليه اسقائي الدين استي سبت ليه الدين استي سبت لأن الدين استي هي كتلة على حجم فالكتلة مش تختلف لكن الحجم هو ممكن اي انضغط يعني او يزيد لو تسخن لكن هو بيقول لي غير قابل انضغاط يبقى دين استي سبت بيقول لي هزي استيدي فلو استغيام بتاعه استيدي معنى كلمة استيدي يعني ما بيتغيرش مع الزمن اللي هي الفلوسيتي يعني يعني عند نقطة زي من نقطة واحد دي كده مع مروق يعني ان شاء الله تيجي السنة الجاية تلاقي سوعتها مثلا يعني دلوقتي عشرة هي نفسها عشرة يبقى الفلوسيتي ما بتتغيرش فبيقول لي يبقى يقول لي الفلوسيتي عند ايه على قطة بالفي واحد هو كان بيوريني العلاقة بتاع الفوليوم فلوريت الفوليوم فلوريت هي مساحة المقطع في الفلوسيتي بس القصة تبتدي منين نبتدي الاول من خلص تبتدي ان نقول له انت عندك مدخل واحد ومخرج واحد يعني اللي داخل ام دوت ان تساوي ام دوت اوت لو كان في مخرج تاني كده كنت قلت الام دوت اللي هنا بتساوي اللي هنا زائد اللي هنا لكن هو مدخل واحد ومخرج واحد هتروع في طيب نفك الام دوت دي ايه اكتب هو واحد فوليوم فلوريت واحد تساوي هو اتنين فوليوم فلوريت اتنين كتبت واحد واتنين لكن هو عندي ان الدينيس دي ما بتتغيرش ما بتتغيرش ايوة لانه هو غير قابل الانضغاط انكمبريس بول اذا اقضى اشطة بدي يبقى اذا نبقى عند الفوليوم فلوريت واحد هو الفوليوم فلوريت اتنين يعني مساحة المقطع واحد في الفلوستي بساوي مساحة المقطع اتنين في الفلوستي انت عايز مين انا عايز الفلوستي اتنين الفلوستي اتنين يعني اخد ايه واحد على A2 في V1. مساحة المقطع هي عبر عن B4 D1 تربيع. وينكتب B4 D2 تربيع. B4 مع B4 مع الاربع. الضيمية اهو كتب هنا 2D. نربعه يبقى 4D تربيع. ال D2 دي بس اهو. وهذا في V1. فال D تربيع تروح مع دي تربيع اطلع لي اربع في واحد. يبقى لما مساحة المقطع قلت للنص قلت للنص كتتنين دي اصبحت دي. قلت للنص السرعة زادت اربع امسائل. اهي. لان العلاقة بتتناسب مساحة المقطع بتتناسب مع مربع الضيمية مش مع الضيمية غلعة. يبقى ازن هنا انا عندي اهو الاحظ الحتاية دي اكتب ان لما الديميطر 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 قاعدة اربع عمساء. كده عدية تم تطرق ان اوسيرся فكل دو. ان احضر حقت Oz عاملها. او فكلactively تربيع قلنا دية نول عليها خمسة تلاتة تأكده عشان يبقى مشين بالترتيب بعدين حلينا خمسة اربعة مزبوط كده. بعدين يجي خمسة خمسة مزبوط كده. خمسة خمسة بقى عايز ايه. بيقول انا عندي هواء ضغطه عالي. هاي بغجر ايه? مضغوط يعني. التمبروتشا بتاعه ايه? الف وتلتمية كلبين. آآ انتو ايه كرافت جهاز توربين. عيد خلطه بيه. احنا عايزين نشوف شكل التوربين ده عامل ازاي? طيب ننزل المسألة تحت ونتكلم عالتوربين شوية. اهو. ازن هو اعمال يجيب لي جهاز جهاز. وبعدين يجيب عليه مسألة. جهاز جهاز ويجيب عليه مسألة. فالاتنين التوقم التانية اللي هو الكمبريسور والتوربين. يبقى نقسم صفحتنا كده. نتكلم على التوربين والكمبريسور. اهو. اهو. اهد التوربين. واهد الكمبريسور. التوربين ده بينت الكهرباء. عبارة عن ايه توربين دوات? هو عبارة عن مروحة. او هو سلسلة من المراوحة. الشكل من جوة تلاقي المراوحة كبيرة كده. يعني ده نقول عليه شفت كده. اهو. انا بس انا مش عايز اجيب الشكل من جوة. هو مش جايبه. بس نتخيل. وبعدين ده ده بالضوء. وبعدين يجي لك مراوحة تانية سابتة اسمها استيتور. وبعدين مراوحة تانية تكبأ. كده. يعني ده بالضوء. ودي استيتور. اللي استيتور نعمل عليها شرطة كده. بقى فيه روتر. وفي استيتور. وبعدين يخرج من هنا. يعني داخل من المنطقة دقيقة ويطلع منين? من الواسعة. يطلع بسرعة الهوى تطلع سرعته كبيرة جدا. السرعتها تطلع كبيرة ولا الضغط عليه لا يطلع الضغط كبير. وهو عمل بيتحرك يلفلي الروتر ده. او اللي هو الشافت ده. الشافت ده مواصر بجنوريتو. الجنوريتو ده في ملف مغناطيس كده عمال يلف. يعني دكتور ترتفع وصفاعة الهوى طلع. لكن احنا بناخد بقى عايزين ناخد منه الطاقة بتاعته. بنسحب منه الطاقة بتاعته عشان يدور لي الروتر ده. الروتر ده اللي هو الشافت ده يعني الشافت ده هو. متصل بملف. الملف ده جوه مغناطيس. طول ما بيضوء يولد كهرار. طيب احنا القصة ديت مش عندنا دلوقت. امال ايه اللي عندنا? الشكل بتاعه الديجرام كده. يدخل من هنا. المنطقة الدايقة ايه? ويخرج من هنا. وينتج لي كهرباء كده. اقول له هنا في ورقة دوت. ده التربين. التربين يدخل من هنا. المنطقة الدايقة ده. ايه منطقة دايقة عشان دي دايقة. ويخرج من عند المنطقة الواسعة اللي هي دي. ادى اتنين. فينتج لي يعني ولا بيكتسب هي ولا بيفقد هي. خدنا منه الطاقة. طيب. يعني اذا انت قلتلي ان تتلاقي هنا بي واحد اكبر من اللي هنا. لكن الضغط ايه اللي عند بي واحد. الضغط برضو هيكون هنا كبير. بس الضغط هنا قليل برضو. هيئيل? هيئيل لي احنا خدنا الطاقة. الضغط ده. وعشان ندور الشفت ده. الى انا عايز اعرفه ان بيدخل من واحد ويخرج من اتنى القانون اللي هستخدمه اجا لاقي ما بيش الاقي القانون الكبير دوات هنشطب عليه انت بتقول كده نقص وبعدين نقص واقص 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 واكمل بات القانون فاته اشتلاقي دي موجودة ولا دي موجودة مش هتلاقي بس الاقي الورقة اوت فاتلاقي القانون بتاعه يطلع كده هيساوي ام دوت اتش اتنين نقص اتش واحد في اتنين تربيع نقص بواحد تربيع على الاتنين زي دلتا زد دايما هتلاقي مش هجيب لي سيرة الدلتا زد ما فيش فرق منهم خالص اصلا في الغاس ما اللي احنا رسمناه بيدخل في النفس اللي بي وهتلاقي الاتنين ضمت اللي موجودين اتش اتنين واتش واحد وفي اتنين وفي واحد الحاجة برضك اللي ما اجابهاش ما هو جايز يطلع مقطوع النفس يعني ما فيه السرعة خالص يعني الفي اتنين ممكن لو ما اسألش عليه او لم يعطيها هضحها بصفر ده القانون اللي انا اشتغل بي بس طبعا انا اكتبه بصيرة كبيرة وبعدين ايه اشطم انت كاتبين او سيزة تطلع سالب اه لان المجدار ده ها يطلع سالب كل ده يطلع سالب او ما ضيع الاشارة مع بعض يعني اللغة اول هتلع له قيمة موجة اهو الكمبريسور بقى عكسه الكمبريسور عكسه ازاي اهو الرسمة بتاع طويلة خلينا نفتكر الرسم يدخل منه يدخل من منطقة الواسعة دية هنا واحد ويطلع من منطقة الديقة يبقى من الواسعة للديقة اهو قدام محتاج وارك محتاج وارك ان عشان نشتغل وارك دوت ان فهنتلقى القانون بتاعه تبصينا هنا بطلق ما فيش قيوب الاوت ما فيش السالب ده يخش جوه هنا يخلي موجة فهيطلع كده وارك دوت ان هيساوي ام دوت اتش اتنين ناقص اتش واحد زائد في اتنين تربيع ناقص بواحد تربيع على الاتنين. ده شكل مين? هو عكس الراجل بتاع التوربين ده. ده الشكل ده اللي احنا مطالبين بيه بس. نرسمه كده. يعني يدخل من منطقة الواسعة ويطلع منطقة الدايعة. تعالنا نشوف هو تجايب مسال عليه. اه المسال بقى ان هيجي يقول لي الاتش دي تجيبها ازاي? ما هيجيب لي مرة ايديا الجائز وما هيجيب لي آآ ليكويد فالليكويد بنجيبها من الجداول. الاتش دي هنا او هنا الاتش ديت تتفاك خدناها اللي هي في ناقص دي واحد. طب والسي بي دايما نجيبها عندي درجة حرارة تلتمية. ما لقى بغض النظر بقى عن تي واحد وتي اتنية. اه. فهو هيفكرني بالحكاية دي. تعالي شوف كده. يقول لنا عندي هاي بريجر ايه? هو درجة مضغوط جامد. درجة حرارته اهي. التي واحد. الف وتلتمية كلفة. بيمر داخل جاسترو بي. اهو ما انا رسمله الجاسترو بي. في طالب يعمل كده اهو. يغير الشكل كده اهو ما بيش مشكلة خالص اهو. ويقول لها يدخل من هنا كده ويطلع من هنا. المهم يدخل من الواسع ويطلع من الدي. ويعمل كده اهو. طب انت هنا عامل. العكس يا دكتور. يدخل من الجهة الضيقة ويطلع من الواسعة. انا غاسم هنا ايه? احنا قلنا هنا اه ادخل منطقة الواسعة اطلع من التغبيق. هنا اه انا غاسم من المنطقة الضيئة. ايه. وانا هنا اعكس انا الدنيا هنا. اوكي اوكي. كده. اه. هذا هنا واحد. وهذا هنا اثنين. وهنا الوقت تاوت. فبيقول لها عند واحد ايه بقى? خرج عليه استيدي استيت فلو. ادياباتيك بوستس. ادياباتيك بوستس. ادياباتيك بوستس يعني. ده معزول. ولا بيكتسب هيت ولا بيفقد هيت. يعني الكيو دوت نت. بتساوي سفر. فبيقول لي. ادياباتيك بوستس. اللي خرج عندها ستمية و سيتين كلف. وهنا كت الف وتلتمية كلف. فبيقول لي عايزين نجيب الشغل بير يونيت ماكس. عندما يمر الهواء داخل هذا التوبين. فهو بيورينا هو. لسه بنتكلم عليها ليه مشكلة السي بي. فهو بيقول لي هو. عندك تلات طرقه. وهنجي نشوف ان التلاتة قريبين من بعض. التلاتة. ايه التلاتة? نكتب القانون الاولاني هو. بتقول الاول ان الكيو نت. ناقص الكيو دوت اوت. ده معادلة الطاقة. واركو دوت اوت. ناقص الواركو دوت اين. اه ده ام دوت. اتش اتنين ناقص اتش واحد. في اتنين تربيع ناقص في واحد تربيع على اتنين. جي دوتا زيت. هنا او سيز ما اجابش الفلوسيتي. اللي حاجة لما بتجيبهاش راحها بصف. يعني هنا دي بصف. ما اجابش سوط السرعة. حطها بصف. بعد اول اقلع دياباتك. وده ما بيبزلش شغل اه ارز مش محتاجة اهربا ده هو بينتجي. هنا سالب هو. هو بيقول لي اسم لي يعني اقسم على الام دوت كده تبقى اتش اتنين ناقص اتش واحد. فده اسمه يطلع ازاي. مدل ما يبقى كابتال كبير كده وعلى نقطة. نشيلها. كده. تبقى صغيرة كده اوته. والسالب زي ما ايه. وهكتب اتش اتنين ناقص اتش واحد. هو بيقول لي. طلع عشان اتش واحد تبقى اهو. جدول اهو. التمبريتش دي بند الداتا ده جدول ايه سبعتاشر. ايه جدول ايه سبعتاشر. في قيم ال اتش معتمد على التمبريتش. وبعد كده نطلح بسخدام الام. وبعد كده بالسي بي لعمل تلتمية. طيب تعالي نشوف كده. يعني الورب تم اختزاله للقيمة دي اهو. او ما نجايب عند التي واحد اللي هي 1300 او ما اجيب اتش واحد. وعند التمبريتش ستمية وستي او ما اجيب اتش اتنين. هنشوف الجدول ايه سبعتاشر اللي في الاتشات. مش هنجيبه ال ايه ده هناخده بقى ان شاء الله في سرمته ان انت تستخدم الجدول ده. يعني انت بتبقى تاخد اقصر دقة. ايه سبعتاشر. شوية. دقى تلاتاشر. تمنتاشر. اه ده. اعايزين عند الف وتلتمية. فين الف وتلتمية اهيه. وليه انا عايز ال اتش دي. اه تلاتاشر خمسة وتسعين سبعة وتسعين. تلاتاشر خمسة وتسعين سبعة وتسعين. عايزين عنده ستمية وستين. ستمية وستين نطلع فوق الجدول اللي بيته فوق. اهو. ستمية. ستمية وستين. انا في الكامب اهو اطلع فوق. اهيه ستاز. ايه سبعتاشر هو. ستمية وستين ايه. وهذا ال اتش ايه. طلع ستمية وسبعين سبعة واربعين. ستمية واربعين. سبعة واربعين. دي طبعا كيلوجول على الكيلو جول على الكيلو جول. نعود هنا نعود. يبقى سالب اه سالب. الوارت اوت. اتش اتنين الاول هي ستمية واربعين. اربعة سبعة ناقص. الف تلتمية خمسة وتسعين. القيمة دي. هتطلع بالسالب اهو. عشان السالب التاني دي دي. ستمية واربعين بين تربعة سبعة. ناقص. واحد تلاتة تسعة خمسة. تسعة سبعة. طلعت كده. اذا الورك اوت. طالع كده. عادة اول طريقة. لأ او عايزها بالافرج. طيب تعالنا نشوف هنا. الافرج. الطريقة التانية. السي بي افرج. سي بي افرج يعني ايه? يعني اجيب تسعمية وتمانين. او ما ادخل للتيبل ايه اتنين. وطلع السي بي دي. يبقى انسى دي خالص اهو. او ايجوي عند تسعمية وتمانين. ما فيش تسعمية وتمانين. هنعمل انتابلو شامباي. اذا الجدول اتنين او اذا الهواء. عندي تسعمية وعندي الف. عندي تسعمية. وعندي الف. ايه. وانا الف. عندي تسعمية واحد واحد وعشرين. والسي بي واحد واحد اتنين واربعي. انا عايز تسعة تمانية ديت. افكار بنجيبه زي الانتابلو شان ديت. ديت ناقص اللي فوق. على دي ناقص اللي فوق. والسي بي ديت. السي بي دي انا عايزة. اللي انت بتضع عليه. اهو. السي بي اللي هنا. يبقى السي بي ديت. اجابة تسعمية وتمانين ناقص اللي فوقها. على الف ناقص اللي فوقها خالص. ده ينضغف في واحد واحد اربعة اتنين ناقص واحد اتنين واحد زائد واحد واحد اتنين واحد. فتسعمية وتمانين يعني كان انا بقول تمانين تمانين على مية. في واحد علامة واحد اربعة اتنين ناقص واحد علامة واحد اتنين واحد. زائد واحد علامة واحد واحد اتنين. تطلع ليه? السي بي طلعا كده. واحد واحد تلاتة سبعة تمانية. كيلوجود لكل كيلوجرام كلفر. يبقى ده السي بي افريتش. واحد واحد تلاتة سبعة تمانية. اذا انا عايز انت اجيب بقى هنا. اكتب الوقت الوقت. القانون بتاعها فكتها دي. اكتب T الخارج. نقص T واحد. فالسي افريج هي واحد واحد تلاتة سبعة تمانية. ال T اتنين اللي هي ستمية وستين. دي اتنين. ستمية وستين نقص T واحد الف وتلتمين. بعدها هتطلع بالسالب ايوة. ستمية وستين نقص الف وتلتمين. طلعت. طلعت. سالب. سبعة اتنين تمانية واحد تسعة. لأ بعيدة شوي. ها. بيبقى دا الورك اوت. سبعمية تمانية وعشرين واحد تسعة تنيين. دي كيلو جول على الكيلو جرام. الطريقة التالتة هي لقى احسابها عند السي بي اللي هي قيمتها عند تلتمين. السي بي اللي عند تلتمين دي سبتة اللي هي وان او او فايف. يبقى رقم تلاتة. هقول له او ات السي بي اللي هي ات التلتمين درجة. يبقى سالب الورك اوت. يسوي السي بي وكتبتي 2-T1 CBD1-005 عند 300 كميتة دايما سابت واجه هنا في 660-1300 660-1300 في 1-OO5 طلعت برضك بعيدة شوية الخطوة الثانية دكتور أو القريجة الثانية CB تراجيمت 1.205 1.205 إزاي بقى 1.205 إزاي هي هنا 1-1 وهنا 1-1 إزاي تطلع 1-2 ما أدري بتأكد منها الآن مرة فعني بتأكد مرة فعني طب بتأكد لين هي مفروض تكون ما بينهم تطلع أزيد منهم إزاي فاطلع لي هنا أدى الوقت أو الطاو نت يعني طلع لي ستة اربعة تلاتة اتنين كيلو جول على الكيلو جراء طيب آآ دي بعيدة سبعمائة خمسة ثم بيخضوها بيخضوها ستة اربعة تلاتة بونتو نقص سبعمائة خمسة وخمسين على سبعمائة خمسة وخمسين خمسة وأضرب في مية طلع عربعتاشر بونت تماني خطأ طلعت نسبة خطأ كبيرة لكن هما تجاوزا بيحسبوها برضو بدي اللي هي الطريقة دي لو ما جاب ليش الجداول أو قال لي حسبها بالأفرش كيلو جول على الكيلو جرام كيلو طيب طلعت طلعت وانشوه اللي بعدها 205 انت حسبت دي انت عندك هنا واحد واحد بونت واحد اتنين واحد وانا واحد واحد اربعة اتنين لقد ولا هو او انا سوات ازاي تطلع ازياد منهم ما ادري برجع شيكها بعد الكلاز بالحالس فطلع لي واحد فاصلة 205 طيب طعا نجوه اللي بعدها احنا خدنا دلوقتي خدنا دلوقتي ايه التربية اعم جاي جاي بلي اخوها هو اللي هو الكومبريسور بيقول انا عندي نيتوجين جاز كومبريسد انستيدي ستيت استيدي فلو ادياباتيك بوسس او ما انا جاي رسمله الكومبريسور الكومبريسور اهو بيدخل من المنطقة الواسعة من هنا ويطلع من هنا يعني هنا واحد وهنا اتنين وده محتاج ورد ده الكومبريسور بيقول لي اه ده غاز اه الغاز دوات ايديا الجاز يعني هذا الضغط بتاعه هنا اللي هو واحد من عشرة ميجا بس وهذا خمسة وعشرين درجة بيقول لي اسناء الانضغاط التمبراتشور بيقام اصباحة مية خمسة وعشرين ادت تيتو مية خمسة وعشرين فلو كانت الماس فلوريت الام دوت اتنين من عشرة كيلو جرام على السكن عايزين يجيب الشغل اللي بازلناه بالكل وقت عم جاي يكتب القانون كبيرة اه قيو دوت ان ناقص قيو دوت قوت ناقص وقو دوت قوت ناقص وقو دوت ان م دوت اتش اتنين ناقص اتش واحد بي اتنين تربيع ناقص بي واحد تربيع على اتنين زائد جي دلتا زد انا ما عنديش جابش صورة الفلوسيتي خالص ولا الدلتا زد ولا كيو ان ولا كيو اوت والجهاز ده ما بينتقش القهربة ده هو محتاج فالسالب دي تخش مع السالب دي بقى هنا وقو دوت ان هتساوي ام دوت اتش اتنين ناقص اتش واحد طيب هتعمل ايه اقعد الام دوت هفك الاتش اتنين واتش واحد تبقى عبارة عن سي بي ونكتب تتنين ناقص تي واحد يبقى انت بتحسبها بي اللي هي عند تلتو مائة وخمسين ايه بس انا ما عنديش السي بي بتاعته السي بي لو وداني الجدول جبتها افتكر السي بي كانت كي في اق على واحد ناقص ك استنتجناها دي اي الكي ده غاز سوناي واي بوينت فوق الاق اللي هو تمانية تلاتة واحد اربعة على المولر الماس بتاعه اللي هو تمانية وعشرين على واحد ناقص وان بوينت فوق ولا كي ناقص واحد كي ناقص واحد او استعزي تتقلل بكده هنا كي هنا ناقص واحد كده يبقى وان بوينت فوق انكت تطلع سهل بكده ناقص واحد بعد ان شرك عليها في الجدول برضو يبقى وان بوينت فوق في تمانية تلاتة واحد اربعة على تمانية وعشرين قسمة اربعة من عشرة فالسي بي بتاعته طلعت كده يعني تأكد كده السي بي للناتوجين ادى الناتوجين هو عند تلتمية ادى السي بي ايه في عنا واحد تسعة وتلاتين زي ما طلعناه تقريبا انا اللي هنا اكتب كيلوجول على الكيلوجرام كلف اجم جاي معود الوقت دوت ان اه الام دوت اتنين من عشرة في السي بي واحد سفو تلاتة تسعة اتنين في التمبراتشا اللي خارجة مية خمسة وعشرين ناقص خمسة وعشرين ماشي محتاجة تحويل لانهم زي بعضا بجيب يعني مية في واحد سفو تلاتة تسعة اتنين في اتنين من عشرة يبقى مقدار الشغل هيطلع لعشرين سبعة تمانية اربعة كيلو واط لان دي ضد الناتج ده مزبوط ايوه طيب مرحب كلا نارده احنا خدنا اربع اجهزة تمام تمام كل جهازين تقريبا عكس بعض ايوه ايوه